بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اللهم علمنا ما ينفعنا وفعنا بما علمتنا وزدنا علما إلى علمنا نستهل درسنا اليوم بحول الله وقوته عن الدعاء أعداب درسنا لهذا اليوم معرفة أهمية الدعاء وما هو الدعاء وشروط إجابة الدعاء وآداب الدعاء ومعرفة بعض الأدعي الوالد عن النبي صلى الله عليه وسلم ما هو الدعاء الدعاء لغة النداء والطلب تقول دعوت فلانا أي طلبته أو ناديته وما هو في الشرع فهو في اللغة النداء والطلب وشرعا هو الاستعانة بالله ومناداته لجلب الخير ودفع الشر والدليل على الأمر بالدعاء قوله تعالى وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادته سيدخلون جهنم داخلي وفي تفسير هذه الآية الكريمة يقول الشيخ السعدي رحمه الله هذا من نطفه تعالى بعباده ونعمته العظيمة حيث دعاهم سبحانه إلى ما فيه صلاح دينهم ودنياهم وأمرهم بدعائه ووعدهم أن يستجيب لهم وتواحد من استكبر عنها فقال تعالى إن الذين يستكبرون عن هذه العبادة العظيمة عبادة الدعاء إن الذين يستكبرون عن عبادته سيدخلون جهنم داخلين أي دليلين وعن نعمال بن بشير رضي الله عنه قال قال صلى الله عليه وسلم إن الدعاء هو العبادة ثم قرأ وقال ربكم ادعوني أستجب لكم وقال وعن أبي هريرة مرفوعا قال صلى الله عليه وسلم من لم يدعو الله يغضب عليه وقد أمر الله بدعائه ويسخط الله لمن يترك مناجاته ودعاءه وطلبه وأهمية وما أهمية هذا الدعاء إذن نحن علمنا أن الله أمر بها بالدعاء ودل عليه بقوله تعالى وقال ربكم ادعوني أهمية الدعاء أهمية الدعاء إن الدعاء من أعظم العبادات التي سدل على يقين العبد وصدق إيمانه بالله تعالى وفي الدعاء من الفضل والشرف ما يعجز اللسان عن وصفهما وفيه من الأجر العظيم لو أدركه المسلم لو أضب على هذه العبادة ولزمها في وقت الرخاء والشدة وقد ورد في الحديث قوله صلى الله عليه وسلم يرون النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه يقول الله تعالى في الحديث القدسي يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم يا عبادي كلكم عال إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم وقد حتى الله تعالى على الدعاء ورغب فيه ورهب ممن استكبر عن هذه الشعيرة الفاضل فقال تعالى إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلي ومن أهمية الدعاء أنه يقرب إلى الله تعالى وبه يعبد الإنسان الله تعالى وهو نوع من أنواع عبادة بل ورد في الحديث أن الدعاء هو العبادة وقال صلى الله عليه وسلم الدعاء هو مخ العبادة وبه يحصل الإنسان على رضا الله تعالى وبه يتحقق المطلوب وينال المبتغى بحول الله تعالى فضل دعاء وفوائده في الدعاء فوائد وفضائل كثيرة يهجد الإنسان عن حصرها ولعلنا نتعرض في هذا من الحديث الجامع قوله صلى الله عليه وسلم ما من مسلم يدعو بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا أعطاه الله بها إحدى ثلاث إما أن يعجل له دعوة بحيث استجاب هذه الدعوة وإما إذا لم تستجب في الدنيا ادخرها الله له في الآخرة في وقت يحتاج إلى الحسنات فتكون هذه مما يشبع له هذه الدعوة وإما أن تصرف الدعوة هذه الدعوة عنه سوءا عنه من السوء مثلها من السوء قالوا إذا نكثر يا رسول الله قال الله أكثر في تجل بهذا حديث بيان كرم الله عز وجل مع عباده وأهمية منزل الدعاء وهو من أفضل العبادات فكلهم فلا يوجد به أي مشقص وبه الأجر العظيم وبه الخير كل الخير لنا أجمعين شروط إجابة الدعاء الإخلاص ويكون الإخلاص بتجريد العبودية لله تعالى من جميع المتعلقات فيكون هذا العمل وهذا الدعاء خالصا لوجهه الكريم تعالى وأن يكون مال الداعي حلالا فقال الله تعالى يا أيها الرسل كلوا من الطيبات وعملوا صالحا إني بما تعملون علي وقد ورد في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذية من الحرام فأنا يستجاب له لماذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الرجل يطيل السفر أشعث أغبر لأن هذه مظاهر قبول الدعاء وفيها تظهر شفقة الله تعالى على عباده بهذا الموطن فيه الضعف من عباده واحد يطيل السفر مسافه مشقة وتأثر أنه أنهيك جسده وبلية ملابسه وخار عزمه ويرجو ربه فهذا من أقوى ويدل هذا الحديث على أنها من مواطن قبول الدعاء وتأكيد قبول الدعاء من الله تعالى فلا يستجيب الله لهذا العبد لماذا؟ لأن كما ذكر نبي صلى الله عليه وسلم مطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذية من الحرام فأنا يستجاب له والله المستعان تركوا الاعتداء بالدعاء وارض بالحديث نبي صلى الله عليه وسلم الذي ذكرناه آنفا أن الدعوة تستجاب إما بثلاثة أمور ما لم تكن ما لم يكن بها إثم أو قطيعة رحم وهذا هو الاعتداء بالدعاء بأن يكون به إثم بأن يدعو على إثم أو يدعو لقطيعة الرحم وحكم من دعا غير الله تعالى فقد أشرق من الأذلة التي على شروط إجابة الدعاء أن يكون ماله حلالا ذكرنا من الأحديث آنفا الرجل يقيل السفر ويا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون وذكرنا بأن الدعاء هو العبادة بل هو مخل العبادة كما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم فقال الله تعالى من الأدلة على عدم جواز على شروط إجابة الدعاء ذكرنا أن لا يدعو بإثم أو قطيعة رحم أو بالهلاك أو بالدمار أو بأي غير وجه حق فيه اعتداء على الناس والدليل على هذا قوله تعالى ادعوا ربكم تضرعا وخفيا إنه لا يحب المعتدين من آداب الدعاء التضرع والخشوع وخشوع القلب والإيقان والثقة بالله تعالى بأن الله قادر وورد بالحديث القدسي يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وجنكم وإنسكم سألوني على صعيد واحد كل الخلائع ما نقص من ملك شيئا فالله هو قادر وإنما هو يحب أن يسمع إلحاء عبدي في الدعاء فعلينا من آداب الدعاء أن نتيقن الإجابة من الله تعالى الجزم بالدعاء والإلحاء إلى الله ويقول النبي ومنها ومن هذه الآداب أن لا يقول البعض اللهم اغفر لي إن شئت ارزقني إن شئت وفقني إن شاء الله الله يوفقني لا الواحد يتزم المسألة الله هو أغنى الناس إنما تضرعوا الله قال تعالى ادعوا ربكم تضرعا وخفيا فيه حث على الجزم بالدعاء اللهم اغفر لنا اللهم اهدينا اللهم وفقنا اللهم أرينا الحق حقا وزقنا اتباعه وأرينا الباطل باطل وزقنا الكنابة لا أن نقول إن شئت المداومة على الدعاء والاستمرار وأن لا نقنط من رحمة الله فالله يحب أن يسمع إلحاء عبده في الدعاء وكل مأجور في الدعاء اغتيار الزمان والمكان الفاضلين من الأزمنة التي وكله طبعا والدعاء متاح في كل الأوقات لكن من الأزمنة في بعض الأزمنة يكون الدعاء فيها مستحبا منها الوقوف في مشهد عرفة ومنها في أيام رمضان وفي العاشر الأخرة من رمضان والله تعالى وفي كل فيها خير والله تعالى الذي يسمع في عرفة هو الذي يسمع في كل الأوقات لكن هذه مواطن يغلب على الظن إجابة الدعاء فيها والمكان الفاضلين المكان مثل مكة المكرمة مثل الأماكن مثل مجلس الذكر الصالح وغيرها استقبال قبل حال الدعاء من العداب أن نستقبال قبل حال الدعاء وأن نرفع اليدين حال الدعاء طلبا من الله وهو من التضرع الذي ذكره الله قاله الله تعالى ادعو ربكم تضرعا وخفيا هذا من التضرع الرافع الدعاء إلى الله تعالى وافتتاح الدعاء وختم وائد جميل وهذه من الأداب الرائعة بأن نفتتح الدعاء بالحمد والثناء على الله تعالى ألا يذكر الواحد الدعاء كذا مجرد اللهم ارزقني وظيفة اللهم نجحني بدرجة حلوة في المادة أو اللهم ارزقني سيارة فلاني لا فلتكن هناك مقدمة يتفنن المعرفة الدعاء مقدم فيدعو الله ويحمد الله بما هو أهله ويذكر الله ويمجد الله ثم ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يبدأ في طلب الدعاء ويقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول عمر رضي الله عنه أنا لا أحمل هم الإجابة ولكن أحمل هم الدعاء فإذا ألهمت الدعاء فإن الإجابة معه وهذا حث لنا ومن الأداب لا يخف أن من الأداب أن نفتتح الدعاء بالثلاء على الله وقد وردت أحاديث أن من يدعو دعاء ولم يحمد الله فيه ولم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم لا في أوله ولا آخره فأنه يستجاب له وهذه من الأداب في الدعاء وأن سأل الله تعالى بأسمائه وصفاته بالرحمن الرحيم المتعال الكريم ويكون كل الله على حسب الحال فإن أراد العفو المغفر فيقول يا غفور يا رحيم وإن أراد العزة ومكل فيقول يا عزيز وإن أراد الرزق قال يا رزاق وإلى آخره فيسأل الله تعالى بأسمائه وصفاته المناسبة للدعاء المناسبة وهذه من الأمثلة على الزمان والأماكن في الزمان الفاضل والمكان الفاضل موانع الإجابة الشرك بالله تعالى وعدم الإخلاص الشرك بالله تعالى أنه يستجاب له للمشرك وقد يستجيب الله له لكن يغلب على الظن إذا أشرك بالله عالما عالما والله المستعان عالما بما هو عليه فأنه يستجاب له وكيف يدعو الله من يشرك به فالشرك بالله هو من أعظم ما يمنع إجابة الدعاء وعدم الإخلاص في المسألة وأن يتعامل بالحرام وورد معنا حديث نبي صلى الله عليه وسلم وغذي بالحرام فأنه يستجاب له والاعتداء بالدعاء بأن يدعو على الناس بغير وجه حق أو يدعو بقطيعة الرحم فأنه يستجاب له والدعاء بالأدعية المحرمة والبدعية كالتوصل إلى الله تعالى بالأموات أو من الصالحين أو بالقبور فهذا من الأشياء المحرمة من أمثيات الدعاء أن يحسن بمن أراد أن يدعو الله أن يدعوه بجوامع الكلم وأنفع الدعاء وأدمعه وأشمله ما ورد في القرآن الكريم وسنة النبوية ومنهم يقول ربنا آتنا ربنا آتنا في الدنيا حسن وفي الآخرة حسن وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب وقوله ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعيم واجعلنا للمتقين إماما هذا من جوامع الكلم ومن ما ورد في النبي عن السنة النبوية اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعود بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفرني فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت ومن قوله صلى الله عليه وسلم اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفافة والغينة جميلة اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفافة والغينة من موانع تجابة دعاء الشرق بالله وأخذ وهذا معنى في التقويم نختم درسنا اليوم تعلمنا هذا درسنا اليوم بما أهمية الدعاء وذكرنا أن الله تعالى أنه من أجل العبادات التي نتقرب به الله تعالى وأن الله يغضب على من لا يقوم بحق بهذه العبادة وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادته سيدخلون جهنم والله المستعب الدعاء ذكرناه في اللغة في اللغة الدعاء هو النداء والطلب وفي الشر هو نداء الله تعالى والاستعانة بالله والاستعانة بالله وطلبه لجلب الخير ودفع الشر ومن شروط إجابة الدعاء الأخلاص وأكل المال الحلال وعدم الشرك وأن لا نعتدي بالدعاء ومن آداب الدعاء ذكرنا بعضها ومنها الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وحمده تعالى وأن نذكر عدة من أسماء الله تعالى وصفاته وبعض الأدعي الوائد عن النبي صلى الله عليه وسلم اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغيناء هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد ترجمة نانسي قنقر 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 ترجمة نانسي قنقر